السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنرى في هذا الجزء الثاني من هذه الوحدة الثانية اللي كان عنوانها مركز الكتلة بعد ما حددنا أو بعد ما عرفنا مركز الكتلة في الجزء الأول سنرى في هذا الجزء الثاني من هذه الوحدة الثانية كيف نحدد موضع الكتلة بالنسبة لمنظومة ميكانيكية مكونة من أجسام متباعدة وخلينا ناخذ مثال بسيط أن المنظومة الميكانيكية مكونة فقط من جسمين كتلتهما على التوالي M1 و M2 عند تمثيل منظومة ميكانيكية مكونة من جسمين في المحاور الكارتيزية كما بالشكل التالي يمكن إيجاد موضع مركز الكتلة من خلال المعادلة التالية XCM يساوي M1 في X1 زائد M2 في X2 على M1 زائد M2 أي نضرب الكتلة الأولى في موضعها على المحور X زائد الكتلة الثانية في موضعها على المحور X ونقسم على مجموع الكتلتين طيب ويمكن تعميم المعادلة السابقة على منظومة ميكانيكية تتكون من عدد كبير من الجسيمات ويحدد مركز الكتلة بإحداثياته XCM YCM ZCM XCM تساوي الكتلة الأولى في موضعها على X زائد الكتلة الثانية في موضعها على X زائد الكتلة الثالثة في موضعها على المحور X إلى آخره إلى آخره إلى أن نصل إلى آخر جسم يكون هذه المنظومة ونقسم على الكتلة الجملية يعني M1 زائد M2 يعني حاصل جمع الكتل كلها طيب ويمكن كتابة هذه السيغة ببساطة أنه XCM تساوي مجموع M1 عفوا M I X I على الكتلة الجملية M حيث I هو عدد الأجسام المكونة لهذه المنظومة الميكانيكية نفس الشيء بالنسبة لل Y ونفس الشيء بالنسبة لل Z طيب إذا حددنا إحداثيات مركز الكتلة CM بما هي XCM YCM وزاد CM فيصبح من السهل أن نحدد موضع مركز الكتلة بكتابة متجه الموضع الذي يحدد مركز أو عفوا موضع هذه مركز الكتلة هذا RCM يساوي XCM في I متجه الوحدة زائد YCM في J متجه الوحدة بالنسبة للمحور Y زائد ZCM في K متجه الوحدة للمحور Z طيب خلينا نطبق هذا الكلام على هذه المفاهيم على مثال بسيط جدا منظومة ميكانيكية مكونة من ثلاثة أجسام موضوعة كما بالشكل التالي M1 تساوي M2 تساوي 1 كيلوغرام بينما كتلة الجسم الثالث تساوي 2 كيلوغرام طيب مثل ما لنا ملاحظين هنا أنه الكتلة الأولى M1 يحدد موضعها ب X1 يساوي 1 مثل ما لنا شايفين هنا Y1 يساوي 0 للجسم الأول كتلة M1 موضوع على المحور X إذن Y1 تساوي 0 و Z1 يساوي 0 الكتلة الثانية M2 مثل ما لنا شايفين هنا X2 يساوي 2 Y2 يساوي 0 و Z2 تساوي أيضا 0 بينما الكتلة الثالثة M3 X3 تساوي 0 الكتلة الثالثة على المحور Y إذن X3 تساوي 0 Y3 تساوي 2 مثل ما لنا شايفين هنا و Z3 تساوي 0 وبالتالي خلاص عندنا M1 و M2 و M3 عندنا X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 و X3 Y3 Z3 نطبق القاعدة بكل بساطة XCM تساوي M1 في X1 زائد M2 في X2 زائد M3 في X3 مثل ما تقول القاعدة على M1 زائد M2 زائد M3 وبالتالي 1 في 1 زائد 1 في 2 زائد 2 في 0 على 1 زائد 1 زائد 2 يساوي 3 على 4 يساوي 0.75 متر بنفس الطريقة YCM يساوي M1 في Y1 زائد M2 في Y2 زائد M3 في Y3 مقسوم على M1 زائد M2 زائد M3 وبالتالي 1 في 0 زائد 1 في 0 زائد 2 في 2 على 1 زائد 2 يساوي 4 على 4 يساوي 1 متر وبالنسبة للزاد واضح جدا أنه الناتج سيكون صفر ليش؟ لأنه زاد 1 يساوي صفر زاد 2 يساوي صفر وزاد 3 يساوي صفر وبالتالي لو حبينا نكتب أنه زاد CM يساوي صفر بكل بساطة وهذا ما يخولنا أن نكتب CM إحداثياته هي 0.75 1 وصفر ونكتب بالتالي متجه الموضع الذي يحدد موضع مركز الكتلة هذا يساوي 0.75I زائد 1 جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته